ولسه جورجي بيقول مساء الخير وهيعمل معسكر عشان يبات هو وجنوده راح عثمان على طول ما هجمه بالليه السلام عليكم ورحمة الله اهلا بيكم في الباب العالي اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن هزيمة محمود غازان على ايد الممليك اللي قضوا على جيشه نهائيا ومات بعدها محمود غازان من كتر الحزن على الخسارة الكبيرة اللي حصلت لجيشه ودخلت دولة الخانات المغول في فوضى كبيرة والتحالف اللي كان بيسعله مخايل الثامن امبراطور الروم وقتها باص خلاص ده كمان دولة الخانات المغول خربت وبقت مش فاضية لتحالفات ولا غيره يعني مخايل كان وشه نحسي جدا على المغول المهم مخايل وقتها بقى عارف ان هو واقف لوحده في وشه عثمان غازي اللي مش هيبطل هجوم على دولته لحد ما يخلي كامل الاناظول بتحكم بالاسلام ولان المصائب لا تأتي فرادة كان فيه هجمات شديدة وقتها من جرال الدولة البيزنطية في البلقار اللي هم السرب والبلغار وكانوا بيهجموا الدولة البيزنطية بسبب الاختلاف العقائدي والمذهبي بينهم فمعرفش الامبراطور انه يبعد قوات للاناظول عشان يحمي بلاده من عثمان بسبب الهجمات الشديدة اللي كانت عنده في البلقار واكتفى انه يدافع بس عن مدنه في الاناظول يعني اي مدينة عثمان كان بيهاجمها الحامية بتاعتها بتدافع عنها فقط وشكرا على كده بس عمنا مخييل وقتها ما سكتش وشغل مخه وفكر انه يوقع بين القبائل التركية وعثمان عشان يهاجمه امرته وينشغل وقتها عثمان بالصراعات مع القبائل دي وكمان مع الامارات الجديدة اللي استقلت عن الدولة السلجقية ويبطل يهاجم الاراضي البيزنطية في الاناظول بالمعنى البلد كده يشغله بنفسه وباللي حواليه الامبراطور مخييل كان زكي جدا وكان دارس تاريخ وسياسة كويس ودي كانت عادة الكفار دايما انهم يشعلوا الفتن في بلاد المسلمين عشان يعطلوهم عن اي نصر او تقدم لكن بفضل الله الكلام ده ما نجحش مع عثمان غازي لان اصحاب الامارات وزعماء القبائل كانوا بيحبوا عثمان جدا وكان مشهور بشكل كبير في وسطهم وحتى لو في زعيم امارة مش بيحب عثمان وبيغير منه مثلا برضو ما كانش يقدر يهاجمه لانه عثمان كان محبوب من كل الناس اللي في الاناظول واشتهر بينهم بالفاتح والغازي عثمان دول كمان كانوا بيشوفوه على ان المجاهد اللي نفسهم ينضموله ويجاهدوا في يوم من الايام تحت ريك فتخيل كده لو زعيم قبيلة امر جنوده انه يهاجم عثمان الجنود دول حرفيان كانوا هينضموا العثمان وزعيم القبيلة وقتها هيبقى خسر جنوده والزعامة بتاعته على الفضل عندك مثلا حاكم امارة بني قرمان كان بيكره الدولة العثمانية وشايفها تهديد كبير لامارته وانها هتتوسع على حسابه في المستقبل وعلى فكرة ده اللي هيحصل فعلا بس في عهد بيزيد الاول اللي قدر يضم كل الامارات التركية في الاناظول لكن عثمان ما تعرضش لاي امارة بسوء لانهم كانوا مسلمين وكانوا مسلمين فما قدرش اي حاكم امارة انه يحربوا ولا حتى حاكم بني قرمان اعتاد على عثمان وبعد ما فشل خطط مخايل عشان يشغل عثمان بالفتن الداخلية بدأ عثمان يهاجم الدولة البيزنطية عشان يكمل فتوحاته في الاناظول وبدأ بمدينة كوبر حصار ومدينة ينشهير وقدر يفتحهم بفضل الله وكان ينشهير مدينة غنية جدا فحصل عثمان القلاع بتاعتها كويس عشان البيزنطيين ما يعرفوش يستردوها وبعدين نقل العاصمة من مدينة سجد لمدينة ينشهير سنة 1301 ميلاديا لانها كانت قريبة جدا من الحدود البيزنطية وبعد استقرار الوضع العثمان بفترة بدأ يفكر بكل اريحية انه يفتح اكبر مدينتين في الاناظول وهي مدينة نقيا وبرصة مدينة نقيا اساسا كانت عاصمة الدولة السلجقية بس الحاملة الصليبية الاولى قدرت تاخدها واستعدتها الدولة البيزنطية منهم مقابل اتفاق كان بينهم سنة 1097 ميلاديا وحرفيا كده الصليبيين كانوا بيبكوا وهم بيسلموا مدينة نقيا للبيزنطيين من كتر جمالها وغناها وكبر حجم اصوارها وبسبب اصوار المدينة العالية عرف عثمان صعوبة اقتحامها بشكل مباشر فاستولى على كل الاراضي اللي حواليها وفتح كمان الحصون اللي كانت جنبها عشان يعزلها تماما من ان يجي لها اي دعم او امدادات او موءا ممكن توصلها وقتها تكفور مدينة نقيا بعد طلب استغاسة للامبراطور ميخايل لكن الامبراطور وقتها كان منشاغل بالحروب الكبيرة اللي كانت جنبه في البنقار وما قدرش يقدم اي مساعدات كبيرة لنقيا فبعت الفين جندي مرتزق بس بقيادة القائد جورج موزلون وده بيبين حجم اليأس اللي وصل لليه الامبراطور ميخايل لدرجة انه في الاخر يلجأ للمرتزقة وكمان امر تكفورات المدن المتبقية في العنادول انهم يجمعوا كل جنودهم من كل مكان ويتحدوا في جيش واحد مع قوات جورج موزلون اللي جاية من القسطنطينية عشان يهجموا على عاصمة المسلمين فيينشهير لما عرف عثمان بالاخبار فك الحصار على طول على مدينة نقيا وخرج بجيشه عشان يقابل قوات جورج موزلون قبل ما يوصلوا للعاصمة يينشهير وتبدأ المعركة بوصول جورج موزلون لمنطقة بافيوس في المساء ولسه جورج بيقول مساء الخير وهيعمل معسكر عشان يبات هو وجنوده راح عثمان على طول ما هجموا بالليل عشان ما يلحقش ياخد نفسه ولا يرتاح من الصف وتبدأ معركة بافيوس وكان جيش البيزنطيين ألف مقاتل وجيش عثمان خمس تلاف جندي فقط وتكون جيش البيزنطيين من صفين الصف الأول كان من جنود المشاء المرتزقة اللي كانوا مع جورج موزلون والصف الثاني من الفرسان والجنود اللي اتجمعت من المدن البيزنطية في الأنادول أما جيش عثمان فكان بيتقسم لما يمنع وما يصروا قلب وكان عثمان بيقود القلب بنفسه الصف الأول من جيش البيزنطيين كان عبارة عن جنود مشاء مدرعين ومعاهم رماح طويلة وهنا لازم نوضح أن الجند المدرع هو اللي الدرع بيغطي كل جسمه ما بيبقاش باين منه أي حاجة غير فتحة صغيرة جدا في الخوزة عشان يعرف يشوف منها المهم الجنود المدرعين دول وقفوا جنب بعض وعملوا صف من الرماح الطويلة بحيث قوات الفرسان وهي بتهاجم الرماح تخترق الأحصنة وتموتها ويفشل كل هجوم الفرسان فكان صف حرفيا مستحيل اختراقه لأنك ما تعرفش تخترقه بالفرسان وبرضه ما تعرفش ترميه بالسهان لأنهم جنود مدرعين بشكل كامل عشان كده لما المعريخين قالوا إن الجند المدرع هو دبابة العصور الوسطى ما كانوش بيبلغه ولا حاجة المهم عثمان أمر فرسان القلب إنها تهاجم الصف الأول من جنود المشاء وينجح صف المشاء للأسف في صد الهجوم الإسلام العني فأمر جورج قوات الفرسان اللي في الصف الثاني إنها تهاجم قوات الفرسان المسلمة عشان يطوقوها من كل جنب فيؤمر فرسان الميمنة والميصرة بالهجوم على الفرسان البيزنطيين قبل ما يحصر قوات المسلمين ويطوقوه فينطلق المسلمين ويلتحموا معاهم فعلا وكمان يستدرجوهم بعيد عن بقية الجيش وينشغل الصليبيين بفرسان الميمنة والميصرة ده كمان عثمان يؤمر فرسان القلب اللي كانت بتقتحم مع المشاء إنها ترجع وتحاصر فرسان البيزنطيين من الخلف وبكده اتحاصرت فرسان البيزنطيين من الأربع جهات وبكده ينقلب السحر على الساحر وبدأ الجورج موزن وما يحاصر فرسان القلب فرسانه هم اللي يعف الفخ وكمان يستدرجوهم بعيد عن مشات البيزنطيين وبدأوا يقتلوا فيهم واحد وراء الثاني اتجنن وقتها جورج من اللي حصل ومن شدة وزكاء خطة عثمان فأمر جنود المشاء إنها تهاجم فرسان عثمان عشان تفك الحصار عن باقية الفرسان لكن الجنود المرتزقة لما شافوا الفرسان اللي يعتبروا أقوى منهم بمراحل بيتم إبادتهم بكل سهولة قالوا يا روح ما بعدك روح ورموا أسلحتهم وقالوا يا فكير ما انت مستني إيه يعني من شوية مرتزقة كانوا بيحربوا عشان الفلوس المهم جورج هو كمان لما شاف الدنيا خربك وإن الجيش نص هرب والباقي بيتدبح قال ما بالدهاش بقى وأخذ حصان وخلع هو كمان ويكمل العثمانيين إبادة فرسان البيزنطيين وتنتهي المعركة بانتصار ساحق لعثمان وتعتبر معركة دافيوس أعظم انتصار لعثمان على الإمبراطورية البيزنطية والمعركة دي كتبت نهاية الدولة البيزنطية في الأنضول وقال المؤرخ خليل إن الجي لقد جعلت انتصاراته في بافيوس من عثمان شخصية مشهورة وحولت الإمارة العثمانية من طور الإمارة إلى طور الدولة لذلك يمكن اعتبار معركة بافيوس وسنة 1301 هي السنة الحقيقية لتأسيس الدولة العثمانية وخليل هو المؤرخ الوحيد اللي شايف إن دي سنة التأسيس مش 1299 زي الباقيين وبدأ البيزنطيين في الهرب من الأنضول والرجوع لقسطنطينية والبلقان لأنهم حسوا إنه ملهمش مكان فيها وإن المسلمين هيسيطروا على كل الأنضول وكان الأتراك المسلمين بيقوا يعيشوا مكانهم وده اللي خلى ديمغرافية المكان تتغير وبقت نسبة المسلمين في أراضي الروم كبيرة وده هيثبت الحكم الإسلامي في غرب الأنضول المهم يرجع جورج موزنون للعاصمة القسطنطينية ويوصل بخبته كبيرة قدام الإمبراطور البيزنطي وميخايل لما عرف إنه هرب من المعركة أمر بإعدامه على طول وهيحاول من جديد إنه يجمع جيش أكبر عشان يحارب عثمان ويوقفه لكنه هيفشل لإنه ما فيش جنود كفاية فيؤمر كل المدن البيزنطية اللي لسه موجودة في الأنضول إنها تتحد وتجمع جيوشها مع بعض عشان تحارب عثمان تاني وتستعيد المناطق اللي عثمان فتحها وأهمها طبعا العاصمة ينشهي فجمع الجنود كتيرة من مدينة بورصة ومدينة نقيا وكستل ومدن تانية عشان يحاربوا عثمان وتحركوا سنة 1303 ميلاد وعرف إن العاصمة هي وجهتهم برضو خرج عشان يقابلهم في أراضيهم قبل ما يوصلوا لأراضي المسلمين وتقابل معاهم عندما مرد نبص لكن يا ترى إيه اللي حصل في المعركة ونتيجها كانت عاملة إيه ده اللي هنكمله مع بعض الحلقة الجاية ما تنساش تبص على المصادر ولو عجبتك الحلقة دوس اشتراك وفعل الجرس عشان تتابع بقية حلقات الباب العالي سلام عليكم اشتركوا في القناة